السؤال الذي يطرح نفسه ربما هل رئيس الجمهورية غير راضي حقاً وهل هو هاضب؟ صح يعني لدى الملاحظة ملاحظة صائبة لأن في بعض الأحيان تشعر أن في بعض المجهودات لتمشيها كالسودان فيها مضيعة للوقت لأن ما فيش إلمام حقيقي على المشاكل المطروحة في الساحة من طرف المواطن بينما الحلول موجودة نحكين بعض الأحيان تباطؤ وقلة الدراية بدقة بالمشاكل هذه تجيب ربما أجوبة نقصة عقل ما يقال أنها نقصة ما تخنعش المواطن فيه نقاط إيجابية صح يعني الحمد لله بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية وهذه الحمد لله يعني عينا كنا وعينا صبحنا وعينا مكاننا ما بين الدول المحيطة بنا ولا الدول حتى بالنسبة لجنوب أوروبا ولكن أعتقدنا أننا قادرين ندير أكثر ونربح الوقت كمثال أنا في ثلاث سنين منادي بالرقمانة الرقمانة تعطيك عرقام حقيقية الرقمانة ما تكذبش الكمبيوتر ما يكذبش ما يزورش ما يدرجش عليك الحقائق وتخلي سرعة في معرفة المشاكل وسرعة في حل المشاكل إلى يومنا هذا ما فيه شرقمانة كأن الدبابية يعني هو هدف وهدف تعبيروقراطية وهدف تعالناس اللي يدرجون الدبابية يعني باش يستمروا كما نقول بالعامة بالعامية اللي كنا فيها قبل ناحية أخرى ربما على حسنية ربما نشوف في بعض الأحيان بعض التصرفات تظهر كأنها تسلط إحنا أنا التازمت باش نرجع للدولة هيبتها هيبت الدولة ترجع بالعدالة وهيبت الدولة ترجع بإيمان المواطن أن الدولة رهت تحلوا في المشاكلتها فيه كيفيات وفيه وسائل فيه أساليب باش تستمر باش ترجع لقدر نفسك قدرش ترجع لقدر نفسك بالشتب والسب وبالتسلط لا هذه ما هيش ما هيش داخلها في البرنامج لا أنت على رئيس جمهورية ولا في الدهنيات تعالى المواطن ولا تعالى المسؤولين المسيرين لأغلبهم بعاد على هذه المشاكل هذه الحقيقة ما لهمش عليهم لما ما انتج من عندهم حتى التصرف سلبي جفتنا على قضية الهدم ما لهدم من الأخير دارت قامت بنيت قامت هل من توضيح بهذا الخصوص؟ انتهت داخل بحث لي تبغي تريب إذا ما هيش مسكونة تريبها على وش من الأساس لازم يتحاسب اللي مراقبش نحن نعرف من صغير فيه ما فيه الش التقر لا بالنسبة المواطن البسيط فيه بعض الأحيان إجراءات ما تطلبش تدخل الوالي بنفسه وهذه يبقى بالنسبة لأمور اللي تمس بهيبة الدولة وتمس باللوك أمور هذي لازم فيها تحريات وعلاش قلتنا يا ندير اللي تكون لجنة تحت وصاية وزير السكن ووزير الداخلية اللي لفات هذي تطرح تدرس من هو متسبب فيها ما هي الظروف اللي تبنت فيها من قام بدوره ومن تخلى عن دوره حتى وفنتها البناية الفوضوية أخر مطاف اللجنة تقرر عندي راية وباش تعطي فرصة الناس بالعخص أنا نشوف في بعض الولايات النائية في أقصى الجنوب تقول بناية فوضو أعتقدش أنها تشوها المنظر والشو وصح خرج على القانون العدلة موجودة وهذا الأساس اللي طلبتنا من وزير العدل باش عن قريب جدا نقدم قانون ليجرم استيلاء الأرض استيلاء الأرض منتاع الدولة ولتاع البلدية يدي أرض يبني فيها براكة ولا يبني فيها دار ولا يبني فيها كذلك خلصها غالي يعني كذلك في ملاحظة هو أن منذ استقلال إلى يومنا هذا ما فيش بناء فوضوي تبني في أرض نتاع خواص إلا أرض الدولة إذن الدولة تدافع على متلكتها ولكن تدافع كذلك على حقوق المواطن ولا هدم في فصل الشتاء هي معروف من البديهيات أن في فصل الشتاء ما فيش ترحيل إلا ترحيل إيجابي يعني بيمشوا منه بناقص ديري لسكنات لايخال ولكن حتى العادلة لا تحكمش بالطرد لأن الشتاء ما فيه لا طرد ولا هدم من بعد القانون يتطبق ولكن لما نقول القانون القانون يعني المدروس مش بالنرفازة ولا بالتسلط ولا بالفرق بين أمور السلطوية وهيبة الدولة وهيبة الدولة الحقيقية